بعد أن صدقت تنبؤتها بشأن وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز العرفة ليلى عبد اللطيف تصير الرعب في صفوف الفنانين بتوقعتها الجديدة أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف فيديو كانت بتتنبئ فيه بوفاة بعض من نجوم الفن وقالت أن الفنان الراحل سمير غانم هيتعرض لوعكة صحية كبيرة في 2021 وأكدت في الفيديو أن فيه ثلاث فنانين سيغيبهم الموت هذا العام بينهم أحد أهم رموز السينما والمسرح والدراما وتسبب الفيديو المتداول في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشار الكثيرون إلى أن المقطع فسر ما حدث تفصيليا ورأى البعض الآخر أن الأمر مجرد صدفة معلقين كذب المنجمون ولو صدفوا وأطلقت العرافة الشهيرة بعض من التوقعات الخاصة بالمشاهير مجددا وذكرت فيها أن الفنانة اللبنانية نجوة كرم ستضيء سماء الخليج بحفلات لم يسبق لها مسيل وأن ننتي عجرم ستمثل فيلم استعراضي ضخم غناء ورقصا وتمثيلا ويذكر الجميع بنجمة الشاشة الرحلة سعاد حسني ونبهت الفنانين والأسرياء إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لعمليات سرقة وأشارت إلى أن إليسا قد تدخل عالم السياسة بشكل تدريجي وأن هيفاء وهبي ستتخطى أزمتها الأخيرة وتستعيد حقوقها بعد تلقي الدعم من شخصيات مصرية نافذة أما عن الفنان محمد رمضان قالت أنه قد يصل إلى العالمية وسيحصد عددا من الجوائز المهمة وسيشارك في استعراض مع فنان أجنبي علما أنه قد يتعرض لحادثة تمر على خير ورأت أن كورونا تسير في طريقها إلى الانحصار وأن الموجة الثانية قد لا تكون خطرة كما هي حال الموجة الأولى